ايه راك لو قلت لك ان النهاردة هنتعلم ازاي نحقق تلاتة دولار فعلا تلاتة دولار هتحققهم بشغل دقيقة واحدة بس ايوة تانية اقولها هتحقق تلاتة دولار بشغل دقيقة واحدة بس من على الانترنت بعد الانترو البسيط اللي جايدة احنا بجيو شباب رجعنا مرة تانية معاكم احمد البابلي من كنات البش مدرس القناة مختصة في فيديوهات ربح من الانترنت والمشاريع الصغيرة في فرص العمل زي ما شفنا كده في مقدمة الفيديو وان شاء الله هنتكلم عن طريقة جميلة جدا ربح من الانترنت عن طريق الفوركس او البورصة ومحدش بايستغرب وقال لي الموضوع صعب وبتاع لا فوركس ايه احنا عايزين حاجة سهلة لا الموضوع سهل جدا وبراص الملخ خفيف خالص ومجرد تطبيق هتحمله على الموبايل فالموضوع سهل خالص والتطبيق ده هو تطبيق بنومو اللي بنتكلم دايما عنه وعملنا له سلسلة قوية جدا من الفيديوهات هتلاقيها في القايل لفوق دلوقتي السلسلة دي فيها اكتر من خمسين فيديو تقريبا هتلاقي فيهم من اول ازاي تحمل التطبيق وتشتغل عليه لحد مرحلة الاحتراف اللي احنا في دلوقتي اللي يالي استراتيجيات بقى ازاي تعمل فلوسة وبس كده شابت على بقى نروح على الشرح العملي على التلفون بتاعنا ونشوف احنا هنعمل النهاردة بالزبط وزاي هنحقق الارباح دي بدون رغي كتير وبدون تفاصيل كتير دلوقتي يلا بينا نروح على الشرح العملي ونرجع مرة تانية بس انتساش تعمل لايك على الفيديو ده لو حبيت تشترك في التطبيق بتاعنا هتلاقي اللينك موجود تحت فيه صندوق الوصف ويلا بينا نروح على الشرح العمل السلام عليكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد من قناة الباشمدارس ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن طريقة جميلة جدا واستراتيجية حصرية هنحقق الاستراتيجية دي مبلغ بيوصل لتلاتة دولار في صفقة واحدة بس مدة الصفقة اقل من دقيقة انت متخيل انا بكلمك في ايه احنا هنعمل حرفيا صفقة واحدة بس فعلا وهنكسب تلاتة دولار طب تعال نشوف دلوقتي احنا المفروض نعمل ايه دي منصب بنومه الرابط كلها موجودة تحت فيه صندوق الوصف وخلي بالك ان المنصة دي مش مسموحة للناس اللي اقل من 18 سن طب خلينا هنا نشتغل بقى اول نشوف احنا المفروض نعمل بالزبط جماعة ده الشكل اللي هيزهر قدامك على طول كل احنا هنعمله ايه اول حاجة كده هنروح على المكان اللي هناك ده اللي هو فيه شكل المؤشر وابدأ اضغط عليه كده وغير الشكل ده وخلي الشكل معايا كيندلز اللي هي الشموع اليابانية زي ما انت شاف كده هيزهر معاك الحاجة دي كده اللي هي الشموع الشموع الحمرة والشموع الخضرة دي اسمها او الشموع اليابانية طب تاني حاجة هنعملها ايه يا شباب تاني حاجة هنعملها هي ان احنا هنروح لتاني خيانة وهي المكتوب عليها الخمس ثواني دي وهنبدأ نضغط عليها ونختار واحد دقيقة من هنا هنختار وقت الشمعة واحد دقيقة زي ما انت شايف كده تمام حاجة كمان يتأكد برضو انك لاغي الجزء ده اللي هو الاوتو سكيلينج يتكون مش مفعله بعد كده هنعمل ايه بعد كده هنبدأ ان احنا نروح للجزء الاخير بتاع الاستراتيجيات ونبدأ ان احنا ندوس فوق على افيلابل زي ما انت شايف كده هنا ونبدأ ان احنا نختار حاجة اسمها السي سي اي زي ما هم شايفين يا شباب اهو مؤشر السي سي اي هنبدأ نضغط عليه وركز معاه في الاركام كويس جدا هنبدأ نختار الرقم ده عشرين والرقم اللي هو الابر لاين يكون مية وهننزل تحت شوية كده هتلاقي اللاور لاين ده خليه سالب مية وبعد كده هتضغط هنا على تحت كزي ما انت شايف كده انا حددت كل حاجة انا عايزها هبدأ بعد كده ان انا اعمل ايه هبدأ ان انا هنا اتأكد ان انا ده يسفوق هنا في المكان ده وابدأ ان انا اضغط واختار آآ الكريبتو هتلاقي حاجة كتير جدا عندك انا زي بشكل انت شايفو ده في ازواب كتير جدا تقدر تشتغل عليهم لأ انا لنسبة لي هشتغل على الكريبتو زي ما هم شايفين يا جماعة اتأكد انك مختار الكريبتو من فوق هنا بعدين ايه فكرة الشغل بتاعنا يا شباب فكرة الشغل اللي احنا هنصطاد الحتة دي كده زي ما انت شايف تحت هنا تطبق معايا المؤشر بتاع السي سي او اي زي ما انت شايف هتلاقي عندك عبارة عن نقط هنا حمراء زي ما انت شايفو نقط فوق خضر اللي هيحصل ايه اول ما يحصل النقط الخضر دي ويبدأ السهم في هبوط زي المكان ده كده انا في نص المكان يعني اللي هو هنا كده تقريبا هاخد صفقة هبوط ووقت الصفقة خليه واحد دقيقة طب احدد وقت الصفقة منين هضغط على ال time اللي فوق ده وابدأ اختار الخانة دي معناها ان انا كده وقت الصفقة عندي دقيقة هنا دقيقتين هنا تلاتة هنا اربعة هنا خمسة وكذا انا اختار اول واحدة اللي هي دقيقة واحدة طب تاني حاجة هنعملها ايه تاني حاجة هنعملها ان احنا نجي هنا على الانفستمنت ونحدد المبلغ اللي هندخل بالصفقة انا في حالتي هنا ممكن ادخل الصفقة مثلا بمبلغ اتنين دولار زي ما انت شايف حصل تحت نقطة نقطة حمرة معناها ان هنا في هبوط اول ملاقية جماعة حصل معايا ارتفاع والصفقة ده بدأ يطلع هبدأ ان انا ادخل صعود وهنشوف دلوقتي زي ما انا بقول لك كده او ايه الطريقة اللي انا قصد عليها بالزبط خلينا كده ايه نتستلنا شوية لحد ما لايه فرصة كويسة لدخول الصفقة وارجع لكم مرة تانية في الحالة دي شباب انا هدخل هنا صفقة ارتفاع ليه لان انا عندي هنا حصل زي ما قلت لكم اه الخط اللي بيديه قصر الخط اللي هو السفلي اللي تحت المكتوب عنده سالب مية قصر الفوق معناها ان اللي جاي هيبقى ارتفاع فانا دخلت هنا دلوقتي زي ما انت شايفين صفقة ارتفاع وبالفعل الساري بيرتفع انا شاببها اصطاد الحتة دي كده اللي انا قلت عليها اول ما لاقي احمر ولاقي في ارتفاع ادخل صفقة امتى اول ما يتم كسر الخط اللي هو الاساسي اللي هو مكتوب عنده سالب مية اول ما يتم كسره زي هنا كده تم كسره فانا دخلت صفقة على طول ارتفاع ونفس الكلام برضو في حالة الهبوط يا جماعة انا هبدأ لو انا في حالتي كنت عايزة ادخل صفقة هبوط مسلا فخلينا هنا كده ايه المكان ده حصل فيه هنا النقطة الخضرة اول ما يحصل كسره انا زي ما انت شايف كده ابدأ ان انا من المكان ده ادخل هبوط خلينا ناكد على الصفقة بتاعتنا ونتفرج عليها زي ما انت شايف ارتفاع قوي جدا والصفقة ربحانة بنسبة مية في المية زي ما انت شايف كسبنا مبلغ تلاتة دولار وستة وستين زي ما انت شايف اهو دي كانت الطريقة بتاعتنا النهاردة شباب او الصفقة بتاعتنا النهاردة خلينا ندخل صفقة كمان هنا شباب هندخل صفقة زي ما احنا شايفينها دخلت صفقة هبوط ليه دخلت صفقة لان حصل كسر زي ما انت شايف لاسفل وتم كسر الخط الابيض اللي مكتوب على اليمية اللي في فانا هدخل صفقة هبوط زي ما انت شايف كده هم انتظر هنا ونشوف الشامعة تخلص على ايه ونرجع لكم مرة تانية بعد انتهاء آآ وقت الصفقة زي ما هشوفنا شباب الصفقة كسبانة برضو تلاتة اه تلاتة دلار ستة ستين سنت فصفقة بصراحة محترمة جدا وستراتيجية قوية جدا ونقدر ننفذها ونربع بيها ونقدر كمان نشتغل بها الاول على الحساب التجريبي ونشتغل بالف دولار اللي الموقع بيقدمهم لك بشكل مجاني تقدر تستخدمهم ولو خلصوا حتى تقدر تطلب الف دولار تانيين وتتعلم وتجرب وبعد كده تبقى تعمل ايديا لما توصل لمرحلة الاحتراف اتمنى التوفيق للجميع اتمنى الجميع يعرف يدير رسماله بشكل كويس ويعرف يشتغل على الطريقة دي او على المنصة دي بشكل محترم ولو عندك اي مشكلة اتمنى تكتبها لي في التعليقات هكون شاكر جدا ليك وهرد عليكم كلكم وعملني اللايك واشترك في قناة وفعل الجرس لو حابب تشوفني مرة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس كده اشترك الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى فعلا يكون لكل استفاد اتمنى يكون الكل قدر يحقق ارباح وشكرا انكم وصلتوا لحد دلوقت اده من الفيديو متنسوش اللايك اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو حابين تشوفوني مرة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة